لعبت مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المجموعتين الثالثة والرابعة وكانت النتائج النهاردة كالتالي ضمن المجموعة الثالثة الكبير حامل اللقب السنجال كسب 2-0 على غينيا وهو عامل كم تغييرة كده عن التشكيلة الأساسية وتأهل بتسع نقاط عن دور المجموعات إلى الدور المقبل أما الكاميرون تقدمت على جامبيا بهدف ثم تعادلت جامبيا ثم تقدمت ثم تعادلت الكاميرون ثم فازت رغما عن يد مارادونا جامبيا اللي سجل بأيديه لكن الحكم قال له تعالى هنا احنا في عصر الفار أنجولا في المجموعة الرابعة فازت على بوركينفاسو وما بولولو يسجل من جديد أما موريتانيا فحققت إحدى أكبر مفاجآت البطولة وفازت على الجزائر بهدف دون مقابل ودلوقتي نخش في التفاصيل ونبدأ من حيث بدأنا برضو من شوية موريتانيا والجزائر حظ أوفر لمنتخب الجزائر اللي ودع البطولة ومن المفارقات أن منتخب الجزائر لأول مرة في تاريخه يخرج من بطولتين متتاليتين من دور المجموعات ومن المفارقات أيضا أن التوديعين اللي حصلوا في النسخة 21 ونسخة 23 حصلوا بعد الفوز بأول لقب لمنتخب الجزائر على مستوى أمم أفريقيا من سنة 90 خرجوا بعد النسخة اللي كسبوها هنا في مصر مرتين من دور المجموعات هو برابع الترتيب مش حتى ما عرفش ياخد أفضل توالد هو ما خدش مركز ثالث هو ودع البطولة تحت قيادة المدير الفني جمال بالماضي اللي الحقيقة تحس أن سنه كبر من الصعوبات اللي واجهها المنتخب الجزائري حاول المنتخب الجزائري كثيرا وفي الوقت اللي تحوز فيه على 76% من أو على الكرة من أحداث المباراة استقبل هدفا من منتخب المرابطون منتخب موريتانيا المجتهد جدا القوي والرافض للاستسلام حتى اللحظات الأخيرة وبينما يصرخ جمال بالماضي داعيا لعبي للتمسك بالأمل ومتحدثا مع حكم المباراة بين شوطي اللقاء وخلال المباراة كان هؤلاء الموريتانيون يحتفلون بهدف نجحوا في الحفاظ عليه كثيرا نجحوا بعد هدف جاء من أخطاء دفاعية لتوجاي نجح ديلاهي في أن يسجل هدفا يتقدم به المنتخب الموريتاني الشقيق ومع محاولات التكسيف ومع نزول رياض محرز اللي بدأ المباراة على مقاعد البودلاء في قرار قوي من جمال بالماضي ومع إشراك يوسف البلايلي ومع الدفع بإسلام سليماني ومع الدفع بكل القوى الضاربة الممكنة لمنتخب الجزائر زاد لاعبوا موريتانيا عن مرماهم ومن خلفهم حارس مرما تقلق بقوة وشال كرات من اليمين والشمال والعمق نيازي ليرفع بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية لاعبوا موريتانيا مديرهم الفني أمير عبدو على الأعناق احتفلوا ورفعوا هذه الأعلام التي أضاءت ملعب المباراة لأنها ولأول مرة موريتانيا في الدور الإقصاء الأول من بطولة أمم إفريقيا أمير عبدو كرر الإنجاز الذي حققه مع منتخب بلاده جزر القمر في النسخة الماضية وصعد بهم لأول مرة في تاريخهم إلى دور إقصائي في بطولة أمم إفريقيا كررها هذه المرة مع منتخب موريتانيا وتأهل منتخب موريتانيا مبروك لمنتخب موريتانيا الشقيق وفرحة كبيرة جدا الحقيقة لمنتخب اجتهد رغم تحقيق خسارتين في الجولة الأولى والثانية وصمم على آماله خسر خسارة درامية في الديئة الأخيرة من ضرب الجزاء قدام منتخب بوركينا فاسو بعدها خسر رغم الاجتهاد والجد ومحاولات العودة 3-1 قدام أنجولا فكسب أكبر المنتخبات منتخب الجزائر في هذه المجموعة وتأهل إلى الدور المقبل وأكيد بتسأل دلوقتي هو ليه تأهل مش لسه ما خلصناش متشات دور المجموعات فالتوالت ما تحددش نقاطهم زي ما قال لي أحد متابعية الكرام وزي ما قال لي صديق لي من شوية على الواتساب هقول لك ليه لو المجموعات هتبقى جهزة معنا كمان هشرحها لكم على الصور لكن بشكل عام بيتأهل أربع توالت من الستة ده أول واحدة رقم اتنين في فريقين من اللي خلصوا متشاتهم ووصلوا للمركز التالت نقاطهم وأهدافهم أقل من منتخب موريتانيا غانا معها نقطتين وهي التالت كودفوار معها تلت نقاط وسالب تلاتة على مستوى الأهداف أما منتخب موريتانيا النهاردة فوصل للنقطة التالتة بانتصار وحيد وبهذا الانتصار كمان لو هتحسبها كان مغلوب فرق اتنين الماتش التاني ومغلوب فرق واحد الماتش الأولاني أدي كده سالب تلاتة وسجل هدفاً النهاردة فبقى سالب اتنين يعني متفوق على كودفوار بالأهداف وعلى غانا بالنقاط يعني من الآخر هو كده كده ضمن أنه أكيد واحد من الأربعة اللي هيتأهله ده مش معناها أن غانا وكودفوار خرجوا رسمي لأنه هم بقى غانا وكودفوار مستنين أن يبقى في حد أسوأ منهم حالاً في المجموعتين اللي هيخلصوا بكرة يعني موريتانيا ضمنت التأهل لكن غانا وكودفوار لسه عندهم آمال ولو نسبية لأن منتخب موريتانيا دلوقتي تلاتة نقاط وسالب واحد على مستوى الأهداف طيب آه كانوا خسروا من أنجولة تلاتة اتنين عشان كده بقول لكم آه مش تلاتة واحد لكن جنون جنون في بطولة أمم إفريقيا بنشوفه خلال هذه المواجهات تعالوا نستعرض معكم تشكيلة المباراة الأخيرة اللي لعبت منذ قليل مباراة الجزائر وموريتانيا آه كيف لعبها أمير عبدو وكيف خاضها جمال بالماضي اللي أعتقد يعني أعتقد أنه ممكن تبقى نهاية رحلته مع المنتخب الجزائري لنرى عموماً بدأ منتخب موريتانيا بابو بكر نيازي في حراسة المرمى أعتقد ممكن يبقى هو رجل المباراة أو ديلاهي بقى اللي سجل الجول لمين بقى في خط الدفاع ويلي سيميدو وإبراهيم كيتا على الطرفين عماري جسامة وابودة محسن وإدريسا ثيام وفي المقدمة سيدي بونا عمار تفتكروا كنا عملنا مع لقاء بعد مباراة نوازيبو وبيرامدز في دور المجموعات من دور الأبطال أبو بكاري كويتا وسليماني آني عملوا مباراة حلوى قوي على مستوى الصمود الدفاعي وعلى مستوى كمان الهجمات المرتدة هم هددوا كتير يعني جابوا كرة في العرضة برأسية خطيرة جدا من جوة الست ياردات ووصلوا إلى مرمى منتخب الجزائر في أكتر من مرة وعرفوا كمان إزاي ضيعوا الوقت تضيعا شرعيا بامتلاك الكرة وقت ارتباك المنتخب الجزائري لإدراك التعادل أما منتخب الجزائر مودع البطولة فتشكلته كانت أنتوني مندرية في حراسة المرمى عيسى مندي برضو كان أحد أصحاب اللقاطات الحزينة لمنتخب الجزائر بفرصة جت حفت بالقايم وهي خارجة من جوة الست ياردات محمد تجاي اللي الكرار تطمت بيه فسجلت هدف موريتانيا الأول والوحيد رايان آيت نوري ويوسف عطال اللي برضو كان عامل مجهود كبير قوي يوسف عطال وحاول وأهدر فرصة رامز زروري